الاستقلال الحرية الوحدة ثلاثية ناضل من أجلها الوطنيون الأحرار في جنوب اليمن بهدف التحرر من الاستعمار البريطاني وأثمرت النتائج عن تفجر ثورة الرابع عشر من أكتوبر بالتزامن مع قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر كانت الثورتان تعملان في سياق واحد لهزيمة مشروعي الاستبداد والاستعمار خزم المشروعان لكن الوحدة لم تتحقق وقد تعمدت النخب الجنوبية تسويق ثقافة الجنوب للجنوبيين وبعد فشلها في حكم المناطق الجنوبية وجدت في الوحدة خيارا اضطراريا مع نظام صالح الذي تعامل مع الوحدة بشكل انتهازي تمت الوحدة على عجلة فرح بها اليمنيون الا ان نخبط الشطرين افرغتها من مضمونها وهو ما انتج صراعا سياسيا بين النظامين فجر حرب الانفصال فرض بعدها نظام صالح وحدة قسرية الشعب يريد بناء من يدين اتت ثورة فبراير عام 2011 كفرصة ثمينة للسعادة اكتوبر القه الخاص والجنوب كرامته الاعتبارية لكن النخب الجنوبية اضاعت هذه الفرصة بتحويل ساحات فبراير الى مكان للصراع على القضية الجنوبية ومع التهام اليمنيين جميعا في حوار وطني شامل بدت القضية الجنوبية محوره المركزي لكن النخب ذاتها فضلت السير باتجاه معاكس لليمن الاتحادي وبعد انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وانطلاق عاصفة الحزمة قررت قوى الحراك الانفصالي الوقوف ضد الشرعية والتماهي مع المشاريع التشطيرية وجدت الامارات في هذه المشاريع فرصتها لفرض مطامعها الخاصة وانشأت ميليشيات تابعة لها تحت اطار المجلس الانتقالي الجنوبي الذي نفذ انقلابا على اليمن الاتحادي اواخر اغسطس الماضي ليدخل المناطق الجنوبية في فوضى لا افق لحلها حاليا تأتي الذكرى السادسة والخمسون لثورة الرابع عشر من اكتوبر واليمن تمر باسوي ازمة في تاريخها حيث ادخلها دعاة السلالية والمناطقية في صراع اقليمي في ظل وقائع تؤكد فشل تلك الدعوات في تحقيق مشارعها ليبقى اليمن الاتحادي هو الحل الوحيد لبلد متعدد في اطار موحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر